بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كما تعلمون نحن نعمل من أجل تذويب الفوارق الطائفية الوهمية وندعو إلى وحدة المسلمين وإلى تحررهم وإلى إقامة أنظمة سياسية عادلة ديمقراطية رغم أن هناك بعض الأخوة أو كثير من الأخوة يتابعوننا ولكن تبقى عندهم بعض الأسئلة التي يتوقفون عندها نظراً للتراث الطائفي الهائل المتراكم فوق الرؤوس والعقول والبلاد أحد الأخوة العزاء من لبنان أرسل لي هذه الرسالة الصوتية وأسمعكم إياها وثم أعلق عليها سيف أحمد الكاتب أنا كتير متأثر بأراءك وأفكارك أنا اسمي يوسف أصوري من لبنان أبل علاق بعدت لك مسج وأتعرفت عليك من خلال الرقم الخاص اللي يعطيتني أنا فيه شغلي يعني دايماً لما نسمع أراءك وأفكارك بتحكي عن قصة الولاية وكأنه الولاية كانت أمر طبيعي راحت لأبو بكر ومن بعدها إلى عمر وعثمان وعلي وكأنهم لم يكن هناك خطأ تاريخي ما بينما أنت بتشوف الأحاديث كلها كانت تركز على حديث النبي واللي نقلوا السنة والشيعة أنه تاركم فيكم السقلين كتاب الله وعطرة أهل بيتي وفي أحد الحديث رددها ثلاث مرات نحن هذا الخطأ التاريخي اللي صار ليش إلنا موقف منه ما كأنه مسألة إحيادية ما في شك أنه تلك أمم تدخلت من قبلكم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكن تبهيانا الحقيقة يتوقف عليه أمور كثير وخاصة بما طلعتنا به السلفية من نقران حق الإمام علي في الولاية أرجو منك التوضيح وشكرا لك يا سلفان إن شاء الله الصوت كان واضح وسمعت هذه الرسالة وقد عنونتها بهذا الأنوان لماذا تتخذ موقفاً حيادياً من ولاية الإمام علي وكأن انحرافها عنه أمر طبيعي في هذه الرسالة عدة نقاط في الحقيقة أولاً أن قيام الخلافة الراشدة انتخاب أبي بكر تمو أمر تمو أثمان يعني هذا كان خلافة طبيعي هكذا يفكرون أو يقولون وأن الخلافة كانت لإمام علي وجماعة اغتصبوا الخلافة من إمام علي هذه أقدة باقي حقيقة بحاجة إلى التوقف عندها كثيراً حتى نفكك هذه الأقدة ونرى ما هي الحقيقة سوف أتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع ولكن ألخص الموضوع في عدة نقاط أولاً مسألة الخلافة يعني أمر طبيعي ولا لا والنقطة الثانية ما هي فائدة هذا الحوار وما هي فائدة هذا الحديث أنه إحنا نوالي إمام علي أو منوالي في المماندة شيء يصير يعني هذه نقطة مهمة ونقطة أخرى ثالثة الأحاديث التي يتفق عليها السنة والشيعة هكذا دائم نقودون أن السنة والشيعة متفقون على هذه الأحاديث بالوصيلة الإمام علي مثلنا وأيضاً النقطة مهمة جداً يعني أيضاً نتوقف عندها ما هو موقف القرآن الكريم من هذه القضية من قضية الولاية الولاية الممعلي وبقية الأمنة ماذا يقول القرآن الكريم ماذا يقول الله تعالى في كتابه الكريم هل تحدث عن رام الحكم وعن ولاية أم لا هذه المسألة قامت على الأحاديث فقط والنقطة الأخيرة الخامسة هي أنه نحن يجب أن نهتم بأنظمتنا السياسية اليوم الولاية المعاصرة هناك حكام مستبدون وملوك تفتاتوريون يحكمون المسلمين اليوم في كثير من البلاد وليس في جميعها المهم كيف نحن ننتخب النظام الأفضل ونحقق العدل في ظل هذا النظام هذه النقطة كثير ما تغيب عن الناس لأنهم يغرقون في الجدل الطائفي وفي القضايا التاريخية أنا بحثت هذا الموضوع طبعا مفصلا في أدة كتب في كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاة الفقيه خاصة أن الجزء الأول من عنده أن الشورى هي نظرية أهل البيت وليست الإمامة الإلهية وجبت نصوص من يوم عالية ومن بقية الأهم وبحثتها أيضا في كتاب السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ وبحثت الموضوع أيضا في كتابي الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة طبعا مع رجوع إلى التاريخ حول هذا الموضوع ثم في كتابي التشييع السياسي والتشييع الديني ثم في كتاب لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي وأخيرا بحثت هذا الموضوع بشكل مفصل في هذا الكتاب الذي ترونه أيضا خلفيه وهو الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الأثنى عشر في هذا الكتاب بحثت كل الأحاديث التي اعتمد عليها الإماميون والسيمة الاثنى عشريون في تأليف هذه النظرية التي أصبحت أقدى بين المسلمين اليوم الآن المسلمون السنة والشيعة لا يوجد خلاف حقيقي بينهم إنما خلاف عند بعض الناس طبعا ليس عند كل الناس الناس عامة الناس أنا ذهبت للعلاقة بالأيام ورأيت الناس منشغلين بهمومهم وأرزاقهم وأعمالهم ودراساتهم ولا يفكرون كثيرا في هذه المواضيع حقيقة من السنة والشيعة ولكن بعض الناس اللي هم تكوينهم ثقافي أو في الحوزات أو يجزون تحت المنابر فيتعبؤون بهذه الأبكار وبالتالي تشكل أقد لديهم وتشكل هوية وهمية أنه نحن الآن نوالي الإمام علي نوالي أهل البيت فإذا نحن شيعا والآخرون لا يولوا الإمام علي فإذا هم سنة وبالتالي نحن أمة وهم أمة هكذا يحدث الخلاف بين المسلمين نتيجة بعض الأوهام وبعض القراءات الخاطئة وبعض الأحاديث المغلوطة الموضوعة والتأويلات التعسفية لبعض آيات القرآن أو بعض الأحاديث في هذا الكتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشري فطرقت إلى كل الأدلة التي يستعرضها الإماميون وعلى رأسي موضوع حديث الغدير والوصية للإمام علي وحديث أتقلين هل نتاركم فيكم أتقلين كما يقولون ونشوف رأي الشيخ المفيد ما هو وكيف بحث هذه الأمور وكيف بالنتيجة هل هذه الأحاديث كلها التي يقوم عليها الفكر الإمامي هل هي أحاديث متواترة عند الشيعة فضلاً عند آمة المسلمين هل هي أحاديث متواترة وصحيحة وصريحة أم أنها كانت أحاديث غامضة وأخبار أحاد وكما يقول الشيخ المفيد لا يمكن أن نبني عقيدة أو عملاً على أحاديث أحاد على أخبار أحاد يجب أن العقيدة نبنيها على أحاديث متواترة أو على آيات قرآنية كريمة هنا في الصفحة 195 من هذا الكتاب الشيخ المفيد أتطرق إلى يعني أول شيء هو حاول أن يستدل على الإمامة بآيات قرآنية بآيات قرآنية بتأويل بعض الآيات وطبعاً فشل في هذه المحاولة لأن الآيات جداً غامضة وآمة ولا تدل على الولاية للإمام علي بعد ذلك يأتي إلى الاستدلال بالأحاديث النبوية بالسنة النبوية على النص على الإمام علي بالإمامة فأول شيء طبعاً نجيب حديث الغدير وقلت ربما كان حديث الغدير هو أقوى نص يمكن أن يستشهد به الشيخ المفيد والإمامية عموماً على وجوب النص على الإمام علي بالإمامة على وجوب النص على الإمام علي بالإمامة ولذلك قال الشيخ المفيد استنتج هو مسبقاً قال الكلام قال قد أجمع أهل الإسلام على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب علياً يوم غدير خم في رجوعه من حجة الوداع للأمة جمعاء وخاطبهم من كنت مولاه فعليون مولاه فيستنتج من هذا الحديث الشيخ المفيد فيقول فأوجب له ما لنفسه من الطاعة وشريف المقام ولا خلافة بين أهل اللسان أن المولى عبارة في اللغة عن السيد المطاع طبعاً كلمة المولى بها عشرين معنى ولكن هو الشيخ المفيد ركز على معنى واحد وقال هذا هو المعنى الوحيد فيها وثم قيمت هذا الحديث وهذه الرواية وطبعاً هو يجيب روايات عديدة في رواية مجمع عليها بين المسلمين في حديث الغدير وروايات أخرى خاصة يرويها الإمامية عن بعض الأيام وبما أن حديث الغدير اعتبر أقوى دليل على نظرية النص فمن الجدير التوقف ملياً عنده والنظر في سنده ومتنه وكما يلاحظ فإن الشيخ المفيد ينقل النص المتفقاً عليه بين المسلمين السنة والشيعة وهو عبارة عن هذا الحديث من كنت مولاه فعليه المولاه اللهم والي من ولاه وعدي من عداه وانصر من نصره وخذل من خذله بعدين يجيب إضعفات عليه الشيخ المفيد يعني يروي بعض الروايات ولا يروي بعض الروايات الأخرى والشيخ الشريف المرتضى اللي هو تلميذ الشيخ المفيد يقول في كتابه الشافي عنده كتاب من أربعة عزاء اسمه الشافي في الإمامة في الرد على القاضي الهمداني صاحب كتاب المغني وعنده جزء عشرين جزء هذا في جزء في الإمامة المغني يعني القاضي الهمداني المعتزلي كان معاصر لشريف الرضي والشيخ المفيد يقول في كتابه يعني هو يتهم الشيعة الإمامية باختلاق القول بالنص الجلي يقول ذولا مؤخرا اختلقوا هذا النص فالشريف المرتضى الشريف المرتضى الشريف المرتضى الشريف الرضي أيضا هو أخوه يعني في كتاب شافي يقول أن حديث ينفي أن يكون حديث الغدير نصا جليا في الإمامة كما نطع علمه بقول أحد من الشيعة بذلك الآن ما أعرف واحد من الشيعة يقول أن حديث الغدير نص صريح وجلي في الإمامة ويرد هذا ويقول له إنه نص خفي وليس بنص جلي هذا في كتاب الشافي جزء 2 صفحة 128 فإذن حديث الغدير لا يشكل دليلا على إمامة الإمام علي وعلى وجوه الطاع له حديث آرض في قصة حادثة وأنه يتكلم بهذا الكلام نصر الإمام علي في مقابل خصومه وبحث مفصل طبعا هنا لا أريد أن أتوقف عنده وأي واحد يحب يراجع هذا الكتاب وهو موجود على النت في موقعي أحمدكاتب.net www.حمدكاتب.net يمكنه أن نراجع هذا الكتاب ثم نأتي أو يأتي الشيخ المفيد إلى وصية النبي إلى الإمام علي ويعتبر الدليل على الإمامة ولكن وصية النبي وقد رواها الشيخ المفيد نفسه وهي كما يلي قال رسول الله يا عباس يا عم رسول الله في أنت قرب شعوره بالوفاة فدعا العباس وقال له يا عباس يا عم رسول الله تقبل وصيتي وتنجز إدتي وتقضي عني ديني عنده وعود وعند دين وعنده مسؤوليات أزواجها مثلا رعايتهم فأنت تأخذ التراثما لتأخذ الأشياء التي أنا عندي وتقوم بهذا فقال العباس يا رسول الله عمك شيخ كبير ذو عيال وأنت تباري الريح سخاء وكرم وعليك وعد لا ينهر به عمك أنا ما أقدر أفي بعودك فأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أخي تقبل وصيتي وتنجز إدتي وتقضي عني ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي قال نعم يا رسول الله فقال له إذ أدن مني فدنى منه فضمه إليه ثم نزع خاتمه خاتمه من يده فقال خذ هذا فضعه في يدك ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته فدفع ذلك إليه والتمس أصابة كان يشدها على بطمه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب فجيء بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين وقال له امضي على اسم الله إلى منزلك لاحظ هذه الوصية يرويها الشيخ المفيد في الإرشاد جزء واحد صفحة 185 ما فيه كلام أن ما معني صار وصي رسول الله ولكن في قضاء الديون ورعاية الأهل ما كان وصي في الإمامة أو في الخلافة أو الحكم نجي إلى حديث الثقلين أو حديث الأترة المعروف أيضا الشيخ المفيد يروي هذا الحديث الذي اتخذ منه بعض الإمامية وليس كلهم دليلا على النص على أئمة أهل البيت بالإمامة وهو حديث تطور عبر التاريخ واستغله أكثر من طرف من أقرباء الرسول العباسيون أيضا استفادوا من هذا الحديث والدعوة أنهم أولى بالحكم من الأمويين أنه إحنا عترة الرسول العترة يعني العشيرة ونحن عشرة رسول الله وفي نسخ عديدة هذا الحديث في نسخ يرويها السنة ونسخ يرويها أشياء بشكل آخر ويضيفون عليها أشياء أخرى فخلينا نشوف الشيخ المفيد نفسه في هذا الكتاب الشيخ المفيد ماذا تحدث وماذا قال النسخة الأولية مالتا يقول الشيخ المفيد أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن علي صير فيه قال حدثنا جعفر بن محمد الحسين قال حدثنا عيسى بن مهران قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري أنا أكرم عن عبد الله بن عباس قال إن علي بن إبي طالب والعباس بن عبد المطالب والفضل بن العباس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قُبض فيه وخرج في ملحفة وعصابة حتى جلس على المنبر ثم قال ألا خطبة يعني طويلة شوية قال ألا أني لاحق بربي وقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى بين أظهركم تقرعونه صباحا ومساءا فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله أني تركت تركت فيكم كتاب الله وقد خلفت فيكم أترتي أهل بيتي خلفت فيكم أترتي أهل بيتي وأنا أوصيكم بهم ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصار يرباركم على الأنصار أيضا ليس فقط على أهل بيتي أهل بيتي والأنصار يوصل المسلمين برعاية الأنصار ورعاية أهل بيته فقد عرفتم الأنصار يعني قد عرفتم بلاهم عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسعوا في الديار ويشاطروا في الثمار ويؤثروا به وبيهم الخصاصة فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار والي تجاوز عن مسيحه وكان هذا آخر مجلس جلسه حتى لقى الله عز وجل هذا الشيخ المفيد يروي هذا الرواية رواية حديث ليسوا حديث التقاليم بعدين نطور هو حديث الثقل الأكبر القرآن ترك النبي القرآن عند المسلمين ووصاهم برعاية أهل بيته اللي هم رساءة طبعا أهل بيته وأيضا الأنصار جيروا بالكم على اليوم احسنوا لهم رعوهم هذا يرويه في كتاب الأمالي الشيخ المفيد في كتاب الأمالي صفحة 46 إلى 47 يروي الحديث هذا النسخة الأولية مالتا وكما يلاحظ فإن هذه الوصية لا تتضمن حديثا عن الإمامة والخلافة وإنما تتوجه إلى عامة المسلمين بالاهتمام بالأترة وأهل بيت النبي والأنصار ولكن هذه الوصية تطورت إلى الرواية المشهورة أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي بعدين الحديث تطور وصال لا تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي صاروا مثله بعدين يجيون آخرون يقولون وأحدهما أعظم من الآخر يعني صاروا الأترة أعظم من القرآن والقرآن أعظم من الأترة شلون حديث غير معقول يعني فهذا الروايج تهرس في القرن الثاني أني تعرف فيكم التقلين وجوا العباسيين كما نعرف استغلوا هذا الحديث وقالوا نحن بالعباس أو بالعباس الصفاح عندما أعلن قيام الدولة العباسية في الكوفة قرأ هذا الحديث وقال نحن أترت رسول نحن حق من أي واحد آخر واعتمد عليه الهاشميون في بناء شرعيتهم السياسية الدينية فإنها لم تصبح متواترة حديث خبر أحد وملعوب في ضعيفين على اليوم نقص من عنده ومغيري يعني وقد ظلت وظلت كما هي أخبار أحد لا يحتوي على أو لا تحتوي على معنى سياسي وإنما يقتصر على الحب والمودة وأيضا الشيخ المفيد طبعا ينقل روايات أخرى أنه يا أيها الناس أني تاركم فيكم الثقالين وسكت يقول أيضا رواية أخرى عند الشيخ المفيد أن آخر خطبة خطبنا بها رسول الله في مرضه الذي توفي فيه خرج متوكئا على علي بن الطالب وميمون مولاته فجلس على المنبر ثم قال يا أيها الناس إني تاركم فيكم الثقلين وسكت فقام رجل فقال ما هذان الثقلان فغضب حتى حمر وجهه ثم سكت وقال ما ذكرتهما إلا وأنا أريد أن أخبركم بهما ولكن ربوت يعني قلت أقوح ما أتكلم بعد فلم أستطع سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم تعملون فيه كذا وكذا ألا وهو القرآن والثقل الأصغر أهل بيتي ثم قال والله لا يحبهم عبد إلا أعطاه الله نورا يوم القيامة حتى يرد علي الحو ولا يبغضهم عبد إلا احتجب الله أنه يوم القيامة فقال أبو جعفر إن أبو عبيل الله يأتينا بما يعرف هذا الرواية عن أبي جعفر الباقر يعني شوية بها تفصيل آخر وبالرغم من أن هذا الحديث هذه الوصية لا يحدد من هم أهل البيت ولا يجعلهم أئمة للمسلمين إلى يوم القيامة فإن الشيخ المفيد يروي رواية أخرى أوضح منها ولكنها بدون سند يجيب روايات بلاش بدون سند ويدعي أنها ما جاءت به الرواة هو يقول عنها ما جاءت به الرواة على اتفاق واجتماع من قوله تعالى يجيب الحديث وكما رأينا يعني الشيخ المفيد رفض الاعتماد على حديث الثقلين أو الأترة وقال في حواره مع الزيدية الجارودية كان يتحاور عند كتاب اسمه الجارودية الجارودية مذهب زيدي فيناقشهم يقول أنتم تعتمدون على حديث العترة هذا الحديث ميدل على الإمامة هو الشيخ المفيد يقول يقول هذا الخبر بأن يكون حجة لمن جعل الإمامة في جميع بني هاشم أو لا من أن يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة لماذا أنتم تجعلون تحصرون الإمامة في أولاد فاطمة فقط لا كل الهاشميين وبلا اختلاف لأن جميع بني هاشم أترة النبي هكذا يقول الشيخ المفيد وأهل بيتي بلا اختلاف كلهم ذول أهل بيته وكلهم فأنتم كيف تستفيدون من حديث الثقلين دلالة على إمامة أي واحد من الأئمة وأضاف الشيخ المفيد لكن لا نعتمد على ذلك ولا نجعله أصلا لنا في الحجة أصلا ما نحتاج بهذا الحديث هذا في كتاب الجارودية صفحة 41 كتاب الجارودية للشيخ المفيد راجعوا صفحة 41 يقول أصلا هذا حديث التقلين ما يتلع الإمامة ولا نحتاج فيه ولا نجعله أصلا في الحجة أدنى وبعدين كان في جدل أيام الشيخ المفيد أن هذه الأحاديث أنتم تجيبوها وتبنون به نظرية الإمامة كلها أخبار أحاد وأنت يا شيخ مفيد تقول أنه أخبار الأحاد لا تفيد ألم ولا عملة كيف تعتمد على الأحاديث في تكوين نظرية معينة نظرية الإمامة أنا أقرأ لكم نص من الشيخ المفيد يقول وقال الشيخ المفيد قال قائل من أهل الخلاف إن النصوص التي يرونها الإمامية موضوحة أصلا أنتم مختلقيها والأخبار بها أحد مو أخبار متواترة وإلا فليذكروا طرقها منين جابين هالروايات اختلقوا روايات من أدكم أو يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب دعوا يأكدوها يعني فالشيخ المفيد ماذا يجيبه ما يقول لا هذه أخبار متواترة مقطوعة مثل ما الآن عند الناس أن حديث الثقلين أشتنوا الشيعة يرون هذا الحديث ومتفقين عليه فبعد ما فيه شك عندنا هكذا الشيخ المفيد يجاوب هؤلاء الذين يستشكلون على الإمامية يقول له يقول ليس يضر الإمامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص على علمتي مو مشكلة خلي تكون الأخبار مو متواترة مو مشكلة لأدنى ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها أخبار أحد أيضا مو أخبار أحد لما اقترن إليها من الدلائل العقلية أدنى دلائل أخرى عقلية مو نقلية فيما سميناه وشرحناه من وجوب الإمامة أولا وصفات الأئمة بدلالة أنها لو كانت باطلة على ما تتوهم الفصوم لا باطلة بذلك دلائل العقول الموجبة لورود النصوص من أئمتنا بالاتفاق والظاهر الذي لا يوجد اختلاف وهذا بيّن بحمد الله لمن كان له عقل يدركوا الأشياء خلص لابد أن تؤمنون بما نقول فالأخي وصف يعني قال أن هذه مسائل طبيعية أنه في عدة نصوص وعدة كذا ولا يتأمير لمؤمنين في الحقيقة القرآن الكريم لا يتحدث أكر القرآن من أولي إلى آخرين لا يتحدث عن نظام الحكم ومن يحكم ومن لا يحكم ولكن يأمرنا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذا هو الهدف ما في عائلة تحكم أو سلالة تحكم أو شخص يحكم أبدا لم يتحدث القرآن وطبعا إذا القرآن ما تحدث الرسول الأعظم أيضا ما يتحدث عن هذا الموضوع ولم يتحدث عن الإمامة وعن الحكم وعن الخلاف هاي نقطة مهمة يجب أن نتوقف أدها ونفكر فيها كثيرا لذلك عملية انتخام أبي بكر تمت بصورة عفوية وبصورة سريعة وبصورة طبيعية وفي البداية كما نعرف أن الأنصار أرادوا أن ينتخبوا أميرا عليهم لأن ما عدوا في ذهنهم وهم الأنصار الذين نصروا الإسلام ما كان في ذهنهم أنه نشكل حكومة إسلامية مثلا عربية بالجزيرة عربية أو عالمية هم قبل ما يجينا به كانوا قد أوصوا على تاج لأميرهم لزعيمهم عبد الله بن عبي كان هو الشيخ الأنصار الشيخ الخزرج يعني كان وهم أكبر كبيلة الأوس والخزرج وعندما جاء النبي وهذا افتقد العرش ماله والملوكية مالته فظل ينافق وتوفيه قبل وفاة النبي بكالين عندما توفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فكرت طيب خلنا شكل إمارتنا نعيد نحيي إمارتنا فأرادوا انتخاب سعد بن عبادة ولكن حدث جدل بينهم وبين الأوس وداخل الخزرج ودخلوا المهاجرين وطرحوا فكرة أخرى قالوا ليش أنتم تسوون حكومة فقط في المدينة خلنا نسوي حكومة عربية في كل الجزيرة العربية ومن يقدر يسوي هاي الحكومة ما في إلا قريش ونحن المهاجرون من قريش فأقنعوا الأنصار والأنصار قبلوا الفكرة هذه وبايعوا أبا بكر بايعوا أبا بكر في السقيفة ثم جعوا إلى المسجد وطرحوا الفكرة أمام عامة المسلمين اللي موجودين في المدينة المهاجرين والأنصار يعني والمسلمين ظلوا يتبادلون الموضوع ويتبادلون الرأي ثلاثة أيام وجالسين حلق حلق في المسجد يفكرون ويتبحثون إلى أن استقر رأيهم على باعة أبي بكر ثم أبو بكر رشح أمر وبايعه المهاجرون والأنصار ثم عندما ضرب أمر أوصى بستة من قادة المهاجرين لأنه هو يعني استقر الدستور المؤقت اللي سووه يعني أنه الخليفة راح يكون من المهاجرين كما يعني أقروا ذلك في ثقيفة بني سعد عندما قالوا لهم من الأمراء ومنكم الوزراء والأنصار قبلوا بذلك فنتيجة لذلك عمر بن خطاب قال طيب منه راح يكون من الأمراء من الباقين من قادة المهاجرين اللي هم دولة الستة اللي باقين وبحثوا الموضوع وانتخبوا أثمان ثم انتخبوا الامام علي المهاجرون والأصار انتخبوا الامام علي ثم المسلمون انتخبوا الامام الحسن بعد ذلك ولم يعهد إليه الامام علي طلبوا من عنده أن يعين الامام الحسن بعده وليعهد فقال لا أترككم كما ترككم رسول الله وقالوا له سوف نبايع الحسن قال لا أمركم ولا أنهاكم ما يراجع لكم فشوفوا مسألة الحكم مسألة لم يحدد الله بها أمرا معينا أو نظاما معينة أو دستورا معينة ترى كذلك لكي المسلمين هم يطوروا أنظمتهم السياسية وتجربة الخلفاء الراشدين كانت بداية يعني بسيطة عفوية وطبعا كان هم باعتبارهم طليعة المسلمين لم يشاركوا مثلا أهل اليمن أو أهل أمان أو أهل بحرين أو اليمامة في انتخاب الحاكم هذا دستور المؤكد خلين نسميه دستور المؤكد معلهم وراح وذاك الجيل راح بعد بعد الخلافة يعني تكون لكل المسلمين أي واحد يمكن نرشح نفسه يصير خليفة يصير حاكم ولكن المسلمين طبعا عبر التاريخ فشلوا في تأسيس نظام دستوري يضم جميع المسلمين وجميع العرب مثلا في تلك الأيام وهذا ما أدى إلى نشوء الملكيات الوراثية والنظريات الوراثية حتى الشيعة الإمامية اللي هم أئمتهم كانوا يؤمنون بالشورى الإمام علي إمام الحسن إمام حسين كلهم كانوا يؤمنون بالشورى مع ذلك هما طلعوا نظرية الإمامة اللي هي نظرية وراثية وفي الأكبر فالأكبر وفي صورة حمودية وما تروح إلى أخ ولا أبن أخ ولا أم ولا أبن عام ليش؟ إذا هي من الله خلو تروح أي واحد كان لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين فشوفوا يعني الآن هذا بحث تاريخي أسأل الصحابة مثلاً ما نتخبول إمام علي في نظر البعض في نظرنا هو كان أفضل واحد ولكن المسألة مو مسألة أنه إحنا نحدد مثلاً عامة المسلمين المهاجرين والأنصار ماذا يختارون؟ اختاروا أبا بكر وعمر وأثمان فإحنا نجي نتوقف عند هالفترة التاريخية وننتقد أنه هذه القضية والولاية في مسألة مهمة تصير نحن نوالي اللوام علي نحب اللوام علي نقدر اللوام علي نسيره على هداه إن شاء الله ولكن الولاية ليست مسألة دينية مسألة مدنية عرفية من حق الناس ينتخبون أي واحد كان مو مسألة جزء من الدين أنه إذا إحنا نقعد نفكر أنه ليش الولاية ننتخل منها موقف محايد مو موقف محايد ليش نحن نكبر قضايا ونسويها قضية دينية وكأنه هاي النصوص اللي جاية سواء عن حديث الغدير ولا حديث التقلين ولا الوصية هالي تأسس لمسألة دينية هي المشكلة هنا أن الشيعة الإمامية الآن يعتقدون بأن الولاية مسألة دينية اللي عندها ولاية يروح للجنة والما عندها ولاية يروح للنار وأعمالها كلها باطلة حسب بعض الأحاديث اللي الإمامية يروح في الكافي وغيرها أنه أنت لعدم تؤمن بالولاية والولاية فالشيء مهم جدا شنو هي الولاية هو مؤون هم الأئمة وين الإمام علي 1400 سنة قبل كان ما موجود لألم علي ولا بقيت الأئمة فشنو يعني إحنا الولاية نواليهم ونروح للجنة ونصير شيعة مثلا هذا أوهام نحن نرى الناس الآن اللي يسمون نفسهم شيعة كل واحد شكل كل واحد عنده حزب كل واحد عنده شيعة 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 فلان وشيعة فلان ما هذا الأسماء وهمية يجب أن نتخلص من عدها نحن كلتنا مسلمين والحمد للعرب العالمين ونريد نعيش بشكل عادل تحتظلي نظام حر عادل ومستقل هذا النظام نحن نحن نفكر فيه شلون نصنع وشلون نبني وشلون نرشد ونطور ونحسن يعني إذا سونا في دستور معين وشفنا هذا النظام فاشل أو ضعيف أو مهلهل أو في ملامح ديكتاتورية فنعدل هذا النظام نجلس بعد 10 سنوات 20 سنة نغير هذا الدستور نعدل نبدل نحسن هذا هو المهم المهم أن نفكر في أنظمتنا السياسية المعاصرة الآن ككل المسلمين ما نظل نبحث موضوع الولاية والله ليش ما نهتم بها كثير والممعلي النبي عينها وثم بعدين شنو صار لا هو هو الممعلي كان مبايع أو بكر وعمر واثمار فلش نكون ملكيين أكثر من الملك ونكون ولاعيين أكثر من الممعلي نفسه هذا مصحي هذا ليس من الحكل ولا من الحكمة فعلينا أن نقرأ الأمور بصورة طبيعية وما نضخم المسائل وما نقول أحاديث سنية وشيعية خلنا نتأكد من أداء وشفته أنا قرأت لكم الشيخ المفيد كيف ينظر إلى هاي الأحاديث يقول أولها أخبار أحاد هو يقول أخبار الأحاد لا تفيده علما ولا عملا ما يصير نبني عليها دين أو عقيدة ولكن هو طبعا يناقض نفس الشيخ المفيد مرة يقول هالشكل مرة يجي ينسى كالعمل أول أو في كتب أخرى مثلا ويجي على قضية الولاية واللي ما يؤمن بالإمام الثاني عشر عنده الشيخ المفيد كافر يصير هذا والإمامه مو ثابته إمام مو ثابت وجوده فاللي ما يؤمن به هذا الثاني عشر شلون يصير كافر على أي أساس على أي منطق والآن بعض الناس هم عنده إذا ما تؤمن بالإمام المهدي فأنت بعد مو شيئي طيب مو مسلم أنا ما أكون شيئي ثم ماذا يعني شو معنى التشيع ما هو معنى التشيع اليوم بس أن تؤمن فقط وتروح تعمل إيش ما تريد بعدين بحياتك تسرق وتنهب وتقتل وتعذب وتفسد في الأرض وتسمي نفسك شيعي مثلا من بعدين بحياتك أي تشيع عالي التشيع الحقيقي إذا كنت تحب إمام علي فسر على نهجه في العدل والدقة واحترام حقوق الناس لا تظلم لا تسرق لا تؤدي الناس هذا هو المطلوب مو المطلوب أنه والله نعتقد أن الإمام علي كان هو أولى وأحسن وليش أخذه 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 أخذها من عنده افترض كان عليه نص مثلا وكان هو أولى ثم ماذا بعدين راحت قبل 1400 سن فيجب أن نخرج من هذا المنطق من هذا الجدل العقيم حول قضايا التاريخ وما نجعل من قضية الولاية والإمامة وهي قضايا عقائدية وأساسية في الدين بالأسف نحن نتمسك فيه فأنا أشكر الأخ يوسف اللي طرح هذا السؤال حتى يطينا فرصة نعلق على الموضوع وأرجم الأخوة أن يطلعوا على هذا الكتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشر في القرن الرابع النجري في مقابل المذهب الشيعي الإمامي الإسماعيلي الذي كان يحكم في الدولة الفاطمية الشيخ المفيد خدمة للعباسيين والبويهيين صنع هذا المذهب أسس هذا المذهب الاثنى عشر اللي قايم على مذهب ميت ولده ميتاً وما عنده إمام فقد إمام غائب الهواء ما موجود شبح أصلاً ما له وجود لم يولد وهو الشيخ المفيد ما يقدم أي دليل على ولادته ولكن لازم تعتقد تعتقد لأنه لازم فيه أهداف سياسية في مصلحة سياسية للدولة العباسية لازم تعتقد بوجود هذا الإمام حتى تروح تنام بعدين وتنتظره ومسه وأي عمل وما تتحرك الحمد لله الآن الشيعة فقط باقي اسم عليهم إمامية الآن مسلمون ديمقراطيون يؤمنون بالحاكم هما ينتخبوه ولا يشترط أن يكون الحاكم لا معصوم ولا مصوص عليه من الله ولا من السلالة العلوية الحسينية البعض يشترط أن يكون فقياً عادلاً والبعض حتى فقيا عادلاً ما تما يشترط أي واحد كان ينتخب يصير رئيس جمهورية أو يصير رئيس بزراء هذا هو الفكر المعقول هذا هو النظام الصحيح خلي نطور هذه الأنظمة الممالكة إذن فيها ثغارات فيها مشاكل نطور هذه الأنظمة نحو الأفضل ونتحد مع بعض لأن النظام الديمقراطي العادل هو الذي يوحد المسلمين هو الذي يجمعهم فيجب أن أكون النظام ديمقراطياً وعادلاً وبعيداً عن الخلافات الوهمية الخيالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر